السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل ما نبلش عشان الكل يكون بالصورة الحلقة هاي طويلة فيها شرح كثير وكبير وعميق وواسع وبتفصيلي اللي مستعجل واللي ما عنده وقت واللي ما بحب البرم واللي بقولك ليش الحكي الكثير وعطينا زبدة الموضوع بقدر يمشي بالتايم لاين أو في صندوق الوصف مكتوب بالدقائق وين يروح يعني يسمع برجه هاد معمول للناس اللي حابة تتعلم أو حابة تعرف اللي بحس انه انا اغلطت او شطحت بالكلام او الكلام ما ناسه وعنده معلومات احسن من المعلومات اللي انا حكيتها قبل ما يكتب لي انت كذاب وانت ما بتفهم وهذا تخبيص ينزل يكتب اللي عنده بعدين يكتب ليش يقول لي يعني يكتب اللي عنده ويقول لي انت بتخبص فهذا الصح فسامحوني على طول الحلقة لانه كنت دي قسمها انا على ثلاث اقسام ولكن ما بتزبط يعني اذا بدأ عملها ثلاث اقسام ما حدا رح يحضر الثلاث اقسام فهي قسم تحضر اللي بناسبك منه وشكرا لالكم اليوم اخبارنا الفلكية عن انتقال بلوتو لبرج الدلو خلال العام هذا اللي هو الفين واربع وعشرين طبعا ما رح يكون استقرار كامل في برج الدلو لانه شوي رح يعود ويرجع مرة اخرى للجدي وبعدين بده يرجع للدلو مرة اخرى طبعا بالنسبة لعملية الانتقال رح تكون ساعة 12 و57 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش من يوم الاحد واحد وعشرين كانون الثاني يناير رح يضل بحركة امامية في برج الدلو لغاية يوم اثنين خمسة بعدين في يوم اثنين خمسة بده يبدأ بعملية التراجع في برج الدلو لغاية يوم اثنين تسعة بعدين بده ينتقل متراجع لبرج الجدي ويستمر في التراجع يوم اثناش عشرة وبعد تاريخ اثناش عشرة بيرجع للحركة الامامية مرة اخرى في برج الجدي حتى تسعة عشرة داعش وبعدها بده ينتقل لبرج الدلو ورح يضل موجود بعديها في برج الدلو اذا زي ما ذكرت انا في حلقة السنة الماضية برضو لما انتقل قلت انه رح يضل رايح جاي رايح جاي فهي السنة برضو انا ذكرت انه من السنوات اللي بده يروحه ييجي فيها زي ما حكينا عملية المكوث رح تكون بالدرجات الاولى درجتين وشوي معنى وجوده رح يكون بالدلو وبعدين بده يرجع نفس الشيء لدرجة ونص تقريبا لدرجتين بعدين بده يرجع للدلو ورح يضل موجود بالدلو اذا الحركة نفس ما كان السنة الماضية رح يكون برضو السنة هاي اللي هي 2024 طبعا بالنسبة لعملية انه هو عملية الانتقال للدلو لانه في ناس صارت انه يعني بده تسبق بالمعلومة وهو شخص واحد حكاها صح وبعدين كلهم صاروا انه يخدوا منه يزيدوا ينقصوا على الموضوع بمعنى انه للزيادات على المعلومات وهذا الاشي دائما بدخل الناس بنوع من انواع الخوف والخربطة تأثيرات بلوتو نفس تأثيرات السنة الماضية نفس تأثيرات السنة هاي ما رح يختلف عليها ولا اي اشي طبعا لما ينتقل لبرج الدلو اللي هو زي ما حكينا رح يظل في برج الدلو اللي هو من يوم 19-11 اللي هو الانتقال الاخير اللي رح يدخل الدلو وما رح يرجع منه 19-11-2024 رح يظل موجود في برج الدلو لغاية يوم 9-3-2023 يعني رح يظل موجود في برج الدلو 19 سنة قادمة طبعا في اشخاص بقولك 19 سنة برج البلوتو عادة بيظل في الابراج من 11 سنة ل32 سنة يعني انت بتحكي عن جيل او جيلين بيأثر عليهم بنفس الصفات ونفس التأثيرات الان هو في 19-23-2023 هو ما رح يستقر تماما في برج الحوت بالعكس هو نفس الشي بده ينتقل للحوت بعدها بده يرجع مرة اخرى يوم 1-9-2023 بعدها بده يرجع مرة اخرى للحوت يعني بده يرجع للدلو بعدين بده يرجع للحوت مرة اخرى ورح يظل بعدها بنتقل الانتقال النهائي اللي رح يدخل للحوت لمدة سنوات اطول اللي هو بـ 19-1-2024 اذا احنا حديثنا رح يكون عن عملية التنقل اللي رح يكون ما بين الفترة هاي اللي هي السنة هاي اللي هو دخوله على الدلو ومن ثم رجوع الجدي التأثيرات زي ما حكيتي رح تكون نفس تأثيرات السنة الماضية ولكن بدنا نسلط الضوء عليها بشكل اكبر بالنسبة لكوكب بلوتو بالبداية عشان نرجع نعيد للذاكرة ايش هو كوكب بلوتو ايش تأثيرات كوكب بلوتو ايش اللي بيعملوا كوكب بلوتو بدون ما ننمق الأمور بدون ما نزوق الأمور ونخوف ونرهب الناس او المتابعين اللي بيسمعوا في كوكب بلوتو من أشخاص هم أساسا مش قدرين يستوعبوا المعلومة الصحة عادة اللي بيخوف بشكل أكبر هي الكواكب السريعة يعني مثلا لما منيجي منحكي توقعات يومية منيجي منعتمد على حركة القمر وسرعة القمر بالانتقال فبتكون التأثير سريع فوري على مدار يوم أو يومين يوم ونص بعطيك الحس لما ماقول هو دخل على البيت الخامس بتحس ان العواطف اختلفت لما بدخل على بيت المتاعب بتشعر ان طاقتك نزلت لما بدخل على بيت الشراكة وعلى الصحة بتشعر ان الأوضاع بلشت تختل عندك وبلش فيه عصبية والطاقة انفقدت لأنه حركته سريعة وهو قريب من الكرة الأرضية فبعطي آثار سريعة جدا بإشعاعاته فبشعر فيها الشخص أكثر فأكثر أما بالنسبة للكواكب اللي أقل سرعة فبنيجي وانا منشوف انه مثلا عنها عطارد اللي بيجي بالسرعة مثلا أبطأ قليل من القمر فهنا نجد انه تأثيرات عطارد برضو تيجي بشكل سريع ومباشر على الأفراد وبحسوا بتأثيراته إن كان بحركة أمامية أو تراجعية بشكل سريع بعدها بيجي الزهرة بتيجي الشمس اللي منحس فيها كل ثلاثين يوم لحد ما توصل برجنا أو أي درجة بتتعلق فينا فمنشعر بطاقتها برضو بشكل سريع والزهرة نفس الشيء بنشعر فيها بشكل سريع والمريخ بنشعر فيه بشكل سريع هاي الكواكب اللي احنا منسميها كواكب سريعة بتنتقل إشي بنتقل كل يومين وربع إشي بنتقل ثلاثين يوم عطارد كل واحد وعشرين يوم يعني إشي أربعين يوم يعني كل واحد على حسب السرعة تاعته وعلى حسب مدة التراجع اللي رح تكون فيه الآن مننتقل للكواكب الأبطأ فهنا منيجي على كوكبين أساسيات اللي هم عنا زحل اللي بنتقل كل سنتين ونص فهذا يعني تأثيراته بتيجي أقل بنشعر فيها أقل من المشتري اللي كل سنة لأنه سنة يعني بدي يمر بدرجات سريعة فمنشعر بالتأثيرات بشكل سريع ولكن مش زي تأثيرات الزهرة اللي هو شبيه لإله ببعض التأثيرات الآن زحل اللي شبيه لإله المريخ برضو ما منشعر بسلبيات زحل من أول يوم بدخل على البرج أو أول أسبوع أو أول عشر أيام ممكن شهرين ثلاثين لنبلش نستوعب إيش التأثيرات اللي زحل رح يعملها في هذا البرج فهنا هيشلنا الوسطية بالحركة الآن مندخل على الكواكب اللي هي أبطأ وتأثيراتها أكبر ولكنها بطيئة جدا فما منشعر فيها وممكن نشعر فيها حتى بعد ما يغادر البرج لنستوعب إيش اللي عمله في البرج أول إش نيجي على أورانوس اللي هو تقريبا اللي سبع سنوات في كل برج لا ينتقل تقريب بعدين منيجي على بعده على بعده لنوصل لبلوتو بلوتو أو بلوتو هو من الكواكب البطيئة جدا فعشان هيك لا يوصل شعاعه للأرض ولا يوصل شعاعه للبني أدمين ويبلش يتحكم بهاي الذبذبات أو الطاقات الموجودة بده وقت طويل الآن السنة الماضية اللي هي 23 والسنة هاي الأربعة وعشرين بدأ يرمي بظلال التأثيرات ولكن التأثيرات ما زالت غير واضحة يعني لسه ما تملكت بالأشخاص بشكل قوي عشان نقول والله أبلشت فلا هو لازم أنه يأخذ مدى طويل ولكن أول درجة من الدلو مثلا بدأوا وثاني درجة وثالث درجة بدأوا يشعروا بايش بلوتو بعمل في حياتهم ولكن آخر موليد برج الدلو العشرية الثانية العشرية الثالثة هذولا لسه ما حسوا بتأثيرات الحامل لسه هم يادوب طالعين من تأثيرات زحل فلسه ما استوعبوا إيش اللي بصير أو بلوتو إيش رح يعمل عندهم طيب هيك بشكل سريع معلومات عن بعض التأثيرات وكيف بتصير التأثيرات وكيف منحسب التأثيرات بشكل صحيح بدون ما أنه رح يدمر ورح يخصف ويغير الناس ويغير الدنيا واللي بده يسافره واللي بيتطلقه لا لا هو ما رح يشتغل بالطريقة هاي هو بيعزز نقاط أساسية موجودة في البني أدمين خلينا نشوف أول إشي إيش الصفات الأساسية أو إيش التأثيرات الأساسية اللي موجودة في بلوتو أو إيش اللي بتحكم فيها بشكل مباشر كوكب بلوتو هو المسؤول عن أشياء شبيهة للمريخ يعني المريخ بيعمل دمار وحرب وثورات وعنف ووائلة ما لنهاية ولكن بشكل سريع بلوتو بيعملها بشكل بطيء بيزويها بيخليك تتهيئ لها بيخدرك بيخليك تنسجم مع الحدث فهو بعطي ثورات بعطي تمرد يعني برضو هو مسؤول عن التسلط أو عن الدكتاتورية عن التمرد بالحكومات عن أنه بيبين الوجه الحقيقي للحكومات الموجودة للسياسيين للأصحاب القرار هو مسؤول عن التنظيم عن الحكومات عن الأمور برضو بالحدوث أو التغييرات الجذرية اللي بتصير في الأماكن أو في البلدان كما أنه بيأثر برضو على الحكومات على الأوضاع السياسية أيضا بيركز على التطرف على العنف يعني برضو هو مسؤول عن الأمور الجوهرية عن الماورائيات عن الغيبيات عن الحياة الأخرى عن المجهول يعني بيتركز بهاي الحقائق ولكن إحنا كأشخاص بنوخذ الإشي اللي بيأثر علينا بشكل مباشر اللي هو العنف والأمور السياسية وإيش اللي إحنا ممكن نبادر فيه كهدم علاقات بني علاقات بتنهدم تجارات مثلا الأشياء الأساسية في الحياة بالنسبة لكوكب بلوتو بدله طبعا هو رح يركز على الأمور الثورة الثورة الإلكترونية ثورة صناعية ثورة التطور ثورة التكنولوجيا ثورة الانطلاق رح يقيم أو يفصل شيء اسمه اشتغلوا عليه الدول أو السياسات القديمة مثلا بالعنصرية الآن نجد أنه تعاطف الدول بيزيد أكثر مع بعض بيصير فيه تلاحم فيه إنسانية أكثر لأنه هاي بيأخذها من صفات الدلو الدلو اللي بيحب الصداقات وبيحبش التمييز وبتعرف على أشخاص كثر من أي جنسي أخرى ما عنده مشكلة في هذا الموضوع فدخوله رح يحطم اللي هي النقطة الأساسية اللي كانوا يشتغلوا عليها لسنوات طويلة اللي هي التمييز والعنصرية والطبقية واللون والعرق والأمور هاي الآن نوصل وبلش ننحس أنه هذا الأمر بنهاية عام 2023 بلش يظهر على الساحة بقوة لأنه هذا تأثير إله بيين شغل عليه سنتين في عملية حطمه ولكن لما رجع للحركة الأمامية واندفع بطاقته القصوى باتجاه برج الدلو زاح معاه غبار العنصرية هاي بشكل كامل من طبيعة برضو برج بلوتو إنه هو بيستخدم عملية البناء لا يبني إش جديد يعني بمعنى آخر هو بيحطم معتقد لا يبني معتقد جديد هو بيحطم فكرة لا يبني فكرة جديدة بيحطم دولة لا يبني دولة جديدة أو سلطة أو رأس الهرم أو أشياء من هذا القبيل حتى بما أنه رح يكون بالدلو ففي أكثير من الأشياء اللي إحنا بنتعامل فيها حاليا من تكنولوجيا مثلا أو تطوره شايفينه إشي عظيم كثير فخلال الفترة القادمة لما يستقر في برج الدلو رح يحطمها رح نبدأ بمرحلة أو حقبة جديدة تظهر على الساحة وهاي رح تكون للجيل القادم اللي رح يستثمرها ورح يفهمها الجيل القديم رح يظل إنه كأنه إشي هو ما بفهم فيه أو حقبه ما بفهم فيها فبدنا فترة لكبار بالسن ليستوعبوها ولكن الجيل الصغير لأنه تأسس على مدى سنتين أو ثلاثة ليتجهز لهذا الأمر فهو رح يستقبلها بشكل أكبر من كبار السن أيضا بما أنه هو بيجي على الدلو المحكوم من أورانوس اللي له علاقة بالمفاجآت اللي له علاقة بالمواضيع الاستخباراتية والاستراتيجية والجواسيس والأمور هاي فكثير من المعلومات اللي كانت مغلوطة أو مخبية بالسنوات أو التعب عليها لتجهيلنا فيها رح تظهر على الساحة رح تتكشف كثير من الحقائق يعني هاي تقريبا منقدر نحكي هي السمى الغالبة على هاي التاثيرات الحلقة رح تكون طويلة أنا عارف لأنه لازم أشرحها بشكل مفصل عشان ينفهم هذا الكوكب لأنه مش كل سنة رح نحكي عنه يعني رح نوخل سنوات طويلة لنعيد حلقة زي هاي فبدأ اعتبر الحلقة هاي تأسيسية أو مرجعية للأشخاص اللي بيحبوا يعرفوا إيش هو بلوتو وإيش بيعملوا بلوتو ومش كل مرة بدخل على برج بيعمل نفس التاثيرات يعني لما كان موجود بالعقرب إذا يختلف تماما عن دخوله لبرج القوس يختلف تماما لأنه أخذ من صفات البرج يعني أخذ من ثورة البرج أو أهم الملامح تاعة البرج حطم شيء وأظهر شيء يعني لما دخل على العقرب شال القيم شال المبادئ شال الأخلاق طلع بالإباحية كان بالزمان ما قبلها شوي كان فيه خجل فيه حيا فيه أشياء مخبية لكن دخوله على العقرب إلى أنه كوكب الجنس ظهر الجنس بشكل أوضح صار ترويج لعله صار شركات تعمل انتاجات هلائلو الأفلام الإباحية واللبس الإباحي والتشجيع على الإباحية وإلى ما لا نهاية اللي سموها ثورة التحرر بعدها انتقل للقوس أخذ فكرة التحرر وبلش التحرر بشكل أكبر بلش الانفتاح بشكل أكبر انفتاحنا على العالم المحيط فينا أكبر دخل الإنترنت دخلت توسعة العلاقات والمعارف التكنولوجيا الحديثة دخلت الدراسات وأنواعها وتقسيم الدراسات ودراسات جديدة جامعية وتخصصات أكثر وأكثر بعدها دخل على الجدي اللي له علاقة بالسياسي والدول كثرة الحروب والدمار وظهر التواف وتمرد وإلى ما لرهاية وصار عملية الضرب على أوتار إلها علاقة اللي هي التكفير والتشهير والإرهاب والعنصرية اللي هي الخطابات السياسية لأنه هو برج سياسي هو أمور أخرى طبعا الآن هو رح يدخل على برج هو يعني بكمل زحل لأنه هو أساسا محكوم من زحل ومحكوم من أورانوس ولكن بطريقة عقلانية مقنعة أكثر لبداية مرحلة أو حقبة جديدة أكثر وإنفتاحية أكثر وعلمية أكثر فعشان هيك بيكون كل ما دخل على برج بأخذ من صفات البرج هاي أهم معلومة لازم أني أنا أحكيها الآن طيب يعني بالنسبة لأبلوت وهيك إحنا شرحنا التأثيرات واستفضت أنا في الموضوع على أساس أنه ينفهم بشكل كامل لهذا الموضوع طبعا كثير بدهم يدخلوا يقول لك بترغي وليش ما دخلت في الموضوع وأنا بدأسمع برجي وأنا لا هو أنت بالذات لو ما تتابعش القناة بيكون أفضل لأنه أنت من جماعة بدك تسمع المعلومة مين ما حكها صادق كذاب تأخذ اللي عن مزاجك في القناة هون أنا بعطي علم فالأشياء اللي بدها شرح مش برم أنا بدأ أشرح لازم تفهم في ناس عندها معلومات من علم الفلك نجلهم نقدرهم نحترمهم عندك معلومات احتفظ فيها لنفسك أو شارك بإشي يزيد علي ولكن في أشخاص كثير ما بتعرف في علم الفلك هاي الأشخاص اللي أنا بقصدها بهاي الحلقات أنت بالنسبة لك عالم جهبذ عالم منقطع الوصف يعني ما بقدر أجاريك أنا بالمعلومات فعشانيك باعتذر منك أني أنا بشرح هذا لأقل من حجم استيعابك ولكن بالنسبة للأشخاص اللي حابين يتعلموا فأنا بشرح لهم هذا الشرح فيعني العلماء والجهبذة في هذا المجال ما يتابعوني الأشخاص اللي بدهم يتعلموا يستفيدوا ميد أهلا وسهلا فيكم خادم كل صغير أنا أساعدكم بكل شيء إن شاء الله طيب خلينا ندخل إحنا هسا شوي بدنا نتعمق بما إنه الصفة الأساسية قلنا إنه هو بهد عشان يبني يعني بهد أشياء وببني أشياء طيب إيش تأثيراته على الأبراج يعني كل برج أهم الأشياء اللي رح يركز عليها لما يدخل على الدلو إيش أنا رح أستفيد أو إيش اللي أنا بدي أنتبه منه خلينا نأخذهم برج برج وأنا بنصح تسمع برجك وتسمع طالعك وتقارن السنة الماضية اللي هي 2023 أي صفة كانت هي الطاغية عندك عشان تعرف الغالب عندك برجك أو طالعك وتأخذ الصفات نفسها برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هو رح يكون في بيت العلاقات الاجتماعية بيت الأصدقاء بيت المعارف بيت الدعوات فهو يعني رح يكون يركز على هاي النقطة يا إما رح يشيل أصدقاء من حياتك أو حقبة من حياتك وتبدأ بحقبة جديدة هذا كأساس أو أنك رح تتكشف أو تكتشف أصدقاء جدد ويكملوا معك في حياتك ما رح تشارك معهم أفكار كبيرة أحلام جميلة بتعيش فترة من النشاط والحوار والنقاش العميق في كثير من المناسبات واللقاءات كثير من اللقاءات الجميلة والممتعة في الفترة ممكن تتطور الآن على علاقة عاطفية أو توقيع عقد عمل أو سفر أو حتى مصلحة اجتماعية أو ممكن تدخل في حل بعض المشاكل لبعض المقربين في الفترة القادمة صحيا يعني هنا كثير من الأمور اللي إلها علاقة بالأوهام والكوابيس والعالم الآخر والوسوسة بتدخل لحياتك بتسيطر عليك بشكل أكبر وبتراودك بين فترة وأخرى بتشعر بالنشاط والحيوية في أغلب الأوقات لأنه بعطيك طاقة قوية عاطفيا يعني بيركز هيك على الشريك ممكن يتحول أو تتعامل مع من تحبك صديق مثلا أو تجد الأمور بتتطور للأفضل برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هنا هو رح يكون موجود في بيت السمعة بيت السمعة اللي طبعا والعلاقات مع المسؤولين وبرضو إلو علاقات بالعمل إلو علاقات ببعض علامات الاستفهام اللي بتيجي على سمعتك أو سير حياتك بتتحسن علاقاتك بالمسؤولين في العمل طبعا لما يكون هو سعيد بزواياه ممكن يكون في بعض المواجهات المباشرة ممكن تستعيد مكانتك اللي فقدتها خلال الفترة الماضية ممكن تجد بعض الأصدقاء المحيطين فيك بقدموا لك يد العون برضو بدعمك على مستوى تغيير مستوى العمل أو ممكن تبدأ بمرحلة مهنية جديدة غير اللي أنت بتشتغل فيها تبتكر أشياء بعزز نقاط إلها علاقة بعلاقاتك بالمسؤولين ممكن يعني تنتقل من مرحلة إلى مرحلة لكن أهم النقاط أنك أنت بدك تحافظ على سمعتك بالفترة القادمة وخصوصا بفترات التراجع لأنه هو رح يعزز على هاي النقطة أكثر بتشويش اتهامات أو أشياء ناس بتحفر لك ناس بتتآمر عليك احذر من القوانين ومخالفة القوانين لأنه برضو بيأثر بشكل سلبي على هاي النقاط حاول قدر الإمكان أنك تكون ملتزم بالقوانين البلد اللي أنت موجود فيها خلي علاقاتك جيدة لأنه ممكن تتعرف على ناس من طبقة حالية تغير حياتك أو حتى تترقى وتترفع في مكان عملك لدرجة أعلى وما كنت تتوقعها على مستوى الصحي طبعا هي أفضل حال بالنسبة لها إلك ولكن حاول أنك تقدر أنك تقدر طاقتك يعني ما تبالغ بالوهم أنه لا أنا بقدر أعمل وتروح إلا أنت أذي نفسك يعني أعرف هذا الإشي تقدر تعمل ولا لا حاول أنك يعني تشحن طاقتك بشكل دائم من حين لآخر عاطفيا ما بتكون العاطفي في هاي الفترة من أهم أولوياتك لكنها بتصير بشكل جيد بتعامل معها كأنه بس مجرد حياة أنت بتمشي فيها بتفكر عقلاني أكثر من عاطفي برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هنا هو دخوله رح يكون على البيت التاسع إذن النقلة رح تكون نقلة كبيرة بالنسبة لإلك وخصوصا إذا كان بشكل زوايا إيجابية لأنه هذا البيت له علاقة بالسفر فمنلاحظ أنه مثلا كثير من موليد برج الجوزاء ممكن يكملوا دراسات بشكل عالي كماجستير دكتوراء أو يتخصصوا بتخصصات غريبة ما كانت خاطرا في بالهم بالفترة القادمة مرضوا على عملية الهجرة أو يعيشوا في بلدان غير البلدان اللي هم نولدوا فيها أو يتعرفوا على أجانب أو علاقات مع ناء أشخاص خارج البلاد بشكل كثيف وأكبر على مستوى أشخاص من الجوزاء ممكن يطوروا عملهم على مستوى الاستيراد والتصدير والمعاملات والعلاقات الخارجية هذا كصورة عامة ممكن زواج من أجانب أو جنسيات أو أشياء من هذا القبيل ولكن الأهم أن هذا البيت برضو العلاقة بالقضايا القضائية بتكون تنتبهوا من هاي النقطة صحيا طبعا رح يعطيك نشاط طاقة عالية جدا رح تخرج من مرحلة الخمول اللي كانت مسيطرة عليكم بالفترة الماضية عاطفيا يعني هنا بتعطي قلبك حقه شوي ما تأجل مشاعرك ليوم الغد اغتنم الفرص اللي بتجيك لأنك رح تعيش بحب مع شريكك العاطفي بشكل أكبر وخصوصا إذا أحسنت الاختيار ولكن إلا أشخاص أغلبهم بوجههم أنا باتجاه اللي هي الأمور اللي اللي لها علاقة برسم المشاريع الاستراتيجية التجارة الهجرة السفر الدراسي هاي أكثر الأمور اللي رح تكون غالبة برج السرطان بالنسبة لما أوليد برج السرطان طبعا الآن بلوته رح ينتقل للبيت الثامن كان في بيت الشراكة شوي أثر على مستوى العلاقات الزوجية ومشاكل مع الشركاء بالمال بالعاطفي عمل ضغط يتقلبت الأمور الآن هو رح ينتقل للبيت الثامن اللي له علاقة بالمعاملات الملكيات عقارات إرث بيع شراء الحب الغيبيات أو التعمق بالغيبيات الدعاء والقضائية العالقة يعني على الأمور هاي بشكل أكبر وأيضا بما أنه رح يكون موجود في البيت الثامن فإذا الأمور المالية هي اللي رح تكون طاغية ترتيب وضع مالي أو دعم مالي أو ممكن تبدأ بمال الغير تستثمره بشكل أكبر وأيضا على مستوى العقارات ولكن كل اللي بذكره هذا بدك تفكر بشكل سلبي أنه في حال انت حاسته رح يأثر على هاي النقاط بشكل مباشر برضو رح يدعمك على مستوى أنك تسيطر على خيالك إلا أنه في بعض الأوقات بتعيش بوهم وسواس الإحباط بسيطر عليك القلق الأرق طاقة ضعيفة فبدك تنتمه من هاي النقطة على المستوى الصحي يعني ما في شيء بيدعو للقلق ولكن الاهتمام رح يكون على مستوى العائلة صحة أحد أفراد العائلة الأمور اللي إلها علاقة بتحسس الرأوي الرأس يعني هاي بتزول سريعا أما عاطفيا فالفترة مليئة بالمفاجآت السارة اللي بتعيشها ممكن تبدأ بعلاقة تطور لزواج أو الارتباط بشخص رافقته فترة طويلة والآن بتتضح الرؤية أكثر وممكن يكون حتى الزواج بطريقة تمرد يعني بتتمرد على العادات على التقاليد على الأهل وبتصمم على الأمر اللي بدك وبتعمله على الشخص اللي أنت بتختاره برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هنا رح يكون بلوته في بيت الشراكة الشراكة المالية والعاطفية طبعا هو كان في البيت السادس فعشان هيك كثير من موليد برج الأسد تأثرت صحتهم وبدأت عندهم أمراض مزمنة أو عانوا من أمراض مزمنة أو شعروا بأشياء بدأت تستمر معهم لمدة طويلة كأمراض أو تعب ومعروف نقطة ضعف الأسد اللي هي منطقة الصدر كمرحلة أولى يعني هذا البيت الأساسي هو القلب أو الرئى أو التحسس العمود الفقري الأمور هاي والمقابل للصدر الآن هو رح يدخل على البيت السابع البيت السابع رح يركز زي ما شفنا بالسنة الماضية أنه بلشت ملامح أمور لها علاقة بالشراكات الشراكة المالية الشراكة العاطفية التفكير الجدي بالارتباط أو أنه خصوصا للأشخاص العزاب أو حتى المتزوجين اللي علاقتهم كانت متأرجحة بلشوا إما بعملية الانفصال أو بدهم يبدأوا بعلاقة زواج جديدة أو يطوروا علاقتهم أنه درسوا العلاقة الأولى كانت فاشلة فالآن بدهم ينتقلوا لعلاقة أكبر متاني وثبات على مستوى العمل برضو الشراكة ممكن يتنقل من شراكة إلى شراكة أكبر أو يبدأ بشراكة مالية أو عمل اللي هو بيرغبه بإدارته أو بتنفيذه ولكن هنا نحن نحكي بما أنه كان موجود في البيت السادس وعلى البيت السابع فهو رح يسحب من طاقة ما رح يكون بطاقته الكاملة اللي كان متعود عليها شوي رح يشعر من فترة لأخرى إنه في شيء اختلف بنشاطه بحركته صار أبطأ بالحركة أبطأ بالإصدار القرارات عقلاني أكثر لأنه لو ما كان هيك أو ما بيكون هيك بيدمر كل شيء السرعة في هاي الفترة ما بتزبط نهائيا معاك ولا بتمشي أمورك على مستوى يعني الأمور اللي تتعلق بالأجواء الحميمية في الحياة ممكن تعطيك بعض الاهتمام بالتفاصيل في الحياة اليومية حاول أنك تبتعد عن الأحلام لأنه ما في جدوى منها بدك تكون عقلاني ومنطقي بعطي عنادي عصبية في بعض الأوقات صحيا أمورك جيدة عموما أفضل من البيت السادس ولكن بدك تنتبه من الأمور اللي تتعلق بالهرمونات أول شيء وخصوصا النساء وأيضا الذكور بدهم ينتبهوا من الأمور اللي لها علاقة إهمال الوضع الصحي عاطفيا طبعا كثير من موليد برج الأسد بدخلوا بمرحلة جديدة ولكن عليهم حسن الاختيار للشريك اللي بدهم يرتبطوا فيه ما تكون الأمر بس مجرد اندفاع وزواج لعلاقة عابرة وبعدين يشوف حاله أنه هو أخطأ برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا هنا يعني دخول بلوتو رح يكون على البيت السادس اللي بتركز على الصحة وعلى العمل فعشان هيك بيدعمك في فترة السعادة بعطيك نشاط بعطيك حيوية قدرة على التنقل اتخاذ القرارات على مستوى العمل ولكن شوي ممكن يغرغر فيك في بعض الأعمال يورتك في شغلي فتختصر عملك أو تنهي عملك أو تبدأ أعمال جديدة على المستوى الصحي بدك تراقب صحتك بشكل جيد إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي أو خطير إنك تراجع الطبيب ما تهمل هاي الأمور لأنه في بيت الصحة يعني بعطي أشياء تأثيراتي بتبدأ بسيطة وبعدين بتصير تكبر فإذا ما عالجتها من بدايتها راح تعاني منها بشكل أكبر فعشان هيك بدك تركز على الأمور اتباع برنامج صحي برنامج إغذائي تحاول تتحرك تلعب رياضة خفيفة ماشي تسيطر على معنوياتك أيضا وحاول بيعملك إنك تكون دقيق جدا تمم أعمالك بشكل كامل حاول أنك ما تجازف بعملك ابعد عن فرض السلطة والسيطرة والهيمنة على زملاءك أو الموظفين اللي أقل منك درجة لأنه ممكن فجأة تخسر المكان اللي أنت موجود فيها بدون سابق إنذار فأترك سيرة ذاتية حسنة عنك عشان يعني يكون هذا داعم لإلك حاول أنك تترك الماضي ما تفكر كثير انظر للأمام الحياة أمامك ما بتنتظر فأحاول أنك تستغل الوقت أعمل بشكل جيد لحياتك مستقبلك مالك صحتك يعني الأجواء شوي بيكون فيها بعض الدعم وخصوصا هو بحركة أمامية عاطفيا بتشهد هاي الفترة نوع من أنواع الدفء أو الحميمية اللي بتعيشها مع الشريك ولكن زي ما حكينا بدك تنتبه إنه ما تفرض السلطة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا وأنا بلوتو رح يدخل على البيت الخامس البيت الخامس معروف ويعني بيت الحب بيت الأبناء بيت الحوايات بيت الترفيه بيت الانطلاق والجماليات الأمور هاي فبندك تأخذ الأمور بالجانبين الجانب الإيجابي والجانب السلبي بلوتوف لما بيكون بيشكل زوايا إيجابية بيجيب لك حضوض بيدعمك ممكن يفتح لك مجالات لمكاسب غير متوقعة فرص مختلفة مكاسب مختلفة حب بشكل مفاجئ ويتطور بشكل كبير ولكن في فترة انت حاس لهو إما بالزوايا أو بالتراجع ممكن يخسرك كل هذا الشيء إذا ما كنت باني على قاعدة متينة ومتأكد منه بحقيته لك وحقك يعني الحقوق بشكل أكبر ولا رح تخسر الأمور في اهتمام رح يكون بالأبناء أكثر ممكن شوي يصير عندك نزعة ديكتاتورية في عملية التعامل مع الأبناء فرض الرأي والسلطة فتجد الأبناء انهم يتمردوا عليكوا كآباء ويحاولوا انهم يتحرروا منكم وتصير الخلافات على هاي النقطة حاول تمسك العصى من المنتصف على المستوى العاطفي حاول انك ما تفرض سلطتك على أحبائك مهما كانت الظروف لأنه ببساطة ممكن تخسر كل شيء فحاول انك تبني صح وتتعامل صح وتعرف امتى تشد وامتى ترخي عشان تكون انت الكسبان وحسب اتجاه الريح امشي صحيا رح تشعر بتحسن صحي تلقائي نشاط حيوية رح تهتم بنفسك اكثر بالتجميل او الرياضة او جسمك او شعرك او اللول يعني تغييرات سريعة رح تصير انت تفكر فيها بشكل اكبر ورح يدخلك لتغيير قسم كبير من الميزان رح يعملوا تغيير جذري بمظهرهم كجراحة تجميلية او اهتمام بالنفس عاطفيا بتشعروا بقوة العاطف في حياتكم بتفرحوا بحب جديد او بتعيدوا علاقة قديمة للحياة بتتحسن علاقاتك بشريك العاطف فترة مناسبة يعني رح تكون فيها خطوبات وزواج ولكن في فترة التراجع اذا ما انتبهت بصير في فصال وانتهاء علاقات وخصوصا المتأرجحة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هنا التركيز رح يكون على البيت على الاسرة على العقارات على الترابط العائلي فعشان هيك رح يكون موجود في هذا المجال الاشخاص اللي بيشتغلوا بالعقارات هم اكثر ناس بدهم يكونوا حذرين لانه اذا كان مشروعك مش مدروس بشكل جيد فممكن ينهار او اللي بيشتغلوا في شيء يتعلق بالعقارات صدامات ومشاكل وامور غير مستقرة فبيظل في اشياء تعمل علامات استفهام على سير عملك فبدك تكون حذر يحاول انك توثق كل شيء تعاين كل شيء ما تثق بحد بشكل مطلق بدون اثباتات وبدون اوراق وايضا هذا الشيء اذا كان علاقتك بأسرتك او ببيتك مش متينة ممكن يزعزع مكانتك في هذا البيت فتخسر العيلة وتخسر الأسرة بسبب تصرفات عدائية او مشاكل حاول قدر الامكان انك تنظم لانه كثير برضو من العقرب ممكن يبدأوا حياتهم بشكل منفصل او يبدأوا حياة جديدة بعيدة عن الأسرة والعيلة والأمور هاي واشخاص راح يجبروا على فعل هذا الشيء وفيه اشخاص راح يأسسوا عيلة جديدة ومكان جديد وحياة جديدة وممكن يعودوا بلا بلد نشأتهم او يعودوا خلاص متغربين او بالغربة يقول لك بلا غربة بلا حياة خلاص درجع لبلدي وتكون عودة او بداية مراحل حياة جديدة لإلهم اه راح تظهر بالفترة هاي مهارات لها علاقة بالشراء والبيع العقارات تحديدا اه بتظهر هاي الفترة مواهبك الدفينة اه طاقتك المكنونة بالداخل بتقدر انك تطلعها اه حاول قدر الامكان زي ما حكينا انه ما تكون عرضة للخسارات صحيا بتتمعتها عموما بصحة جيدة اه بعض التوتر النفسي اه بيجيك من فترة لأخرى فهاي بتتلاشى تدريجيا اه ولكن حاول انك ما تبالغ بتقدير قواك اه خصوصا للاشخاص اللي بيعملوا ما بالبناء او بالعقارات او السيدات بالبيوت اه حاولوا يكونوا منتبهين عاطفيا برضو بتعطي فترة حميمية جدا بتعيشها او بتحاول انك تعيشها برفقة الشريك اه مو برضو اه يعني بتكون من الصادقين في مشاعركم وبطيع اعطي دون انتظار المقابل فهذا الشيء بيعزز الامر بشكل اكبر بعلاقتك وتوطيد العائلة وتماسكها وتثبيتها ومكاسب اه ترابطهم معك ايضا برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا اه يعني البيت الثالث للك اه كثير رح يكون عندك نشاط وحيوية واسليب جديدة ومختلفة وغير معهودة اه بتتبعها في علاقاتك اما باخوانك باخواتك بجيرانك اه حتى على مستوى الانفتاح التجاري قدرتك على التسويق او على الاقناع اه بدك تنطلق بدك تغامر بدك تتحرك اه كثير من موليد برج القوس رح يقتاروا اه اشياء اه حركية مش فكرية يعني بدهم يعتمدوا على الحركة بالفترة القادمة اكثر من الاشياء اللي بتطلب الفكر لانه الفكر تلقائيا رح يكون موجود لانه هذا البيت الثالث اللي بيتحكم بالافكار وسرعة توصيلها ونقلها اه تحليل الامور ولكن هو برضو بيعتمد على الحركة والاتصالات والاقناع الان هاي النقاط اه اذا اجينا بدنا نحطها باطار السلبية ايش المخاطر من هذا الموضوع اه اللي هم النصابين او المحتالين اه طبعا رح ينشطوا بشكل كبير بالفترة القادمة او اه جيل رح يكون عنده هاي الحالة اللي هي ممكن انه يتغطى براها اه او يغطيها ويكون هو بالاساس بهاي الصورة اه حاولوا قدر الامكان ما تصدروا قرارات مفاجئة ما ما تتخذ قرارات بدون دراسة وتحليل مش اه تحسبش على ردات الفعل الاولى اه اللي بيشتغلوا في مجال الرياضة ما يبلغوا بقواهم ما يغامروا اذا ما كانوا متأكدين بشكل جيد من قدراتهم اه برضو اه في كثير من موليد برج القوس رح يظهروا كمخترعين او مكتشفين وخصوصا بامور التكنولوجيا بالالكترونيات اه عن مستوى الدراسة بيكونوا اه موليد برج القوس بالمراحل خصوصا بالمراحل الابتدائي والثانوي بتزيد عندهم طاقة الاستيعاب وحبهم للدراسة ولكن في فترة التراجع بدهم ينتبهوا وما يعتمدوا على الحظوظ بشكل كبير اه مستوى التجاري زي ما حكينا تجارة السيارات تجارة المحلية التسويق اه بيبدعوا فيها على المستوى الصحي اه فترة جيدة جدا اخضاع نفسك لبرنامج رياضي او صحي حاول تهتم بصحتك رياضيا صحيا عشان تتمتع بالصحة الكاملة اه اللي كانوا يعانوا من امراض او تعب يبدأوا بالتعافية تدريجيا لانه بيت قوي وبرضو بدل على التواصل العاطفي الجيد ما بينك وبين الاحبة عاطفيا بشكل مستقل خلينا بنحكي عنه حاول انك ما تكون متسلط اه ممكن تمر بفترات عاطفية ضاغطة على الرغم من الاجواء الحميمية اللي بتعيشها انت شديد الحساسية بتتعثر بسرعة وبكلك ردات فعل سريعة حاول انك تصير تشوف الامور بعين الرضا اكثر برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا الان هو رح يدخل على بيت المال بلوت فدخول على بيت المال يعني بيفتح لك مجالات لتعيد الخسارات اللي خسرتها مالية او المنصب اللي كان يدر عليك المال او شح المال او ضياع الفرص من ايدك الان هو رح يجيب لك رح يعطي بعض الفرص لان حطم او هد المكان الاول الان بده يبني ولكن تبني بالتدريج حاول انك ما تتسرع اذا شفت انه صار في فرصة انك تندفع باتجاهها بشكل كامل عشان ما تخسرها ممكن انه يفتح لك مجالات كبيرة من اعمال او هبات او طريقة اختيارك للمكان اللي ممكن تحصل منه بعض المكاسب ولكن حاول تنتبه من القروض لانه اذا ما كنت دارس وضعك بعملية السداد ودخلت بالامور هاي فممكن تكون القاضي بالنسبة لك انك تدرس الامر بشكل عقلاني مش مغامرة بيدعمك للمضيق قدما في كثير من المشاريع ممكن عندك بعض الافكار تبدأ ببرمجتها او بناءها على ارض الواقع صحيا فترة جيدة ومريحة للك بعض الاعراض الطارية اللي بتدعو للقلق الكثير حاول الاهتمام اكثر بنفسك ماليا زي ما حكينا انتبه لاموالك ما تجازف وما تغامر بالاموال لانه برضو هذا بعطي اما صرف اللي تعيش بتحاول انك تعيش بمستوى اعلى من المستوى اللي انت فيه وفهذا الاشي ممكن يخسرك المكان اللي انت موجود فيها عاطفيا بتشعر بانك سيد الموقف في علاقاتك العاطفية لانك تملك قلب صادق عفوي كبير رغم انك انت بتعرفش تعبر عن عواطفك الا انه هذا الشيء بيكون ملموس بالفترة القادمة يعني شوية رح تحس انه المال اهم لك من العاطف بالفترة القادمة برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا هنا بلوته رح يكون موجود عندك فهنا بيركز على شخصيتك على قراراتك على تسرعك على حكمتك على اندفاعك على شخصيتك على مكانتك هاي الامور الاساسية اللي رح يشتغل عليها فعشان هيك رح يحملك مسؤوليات جديدة بتصير تنظر للامور نظرة كلية حاول انك ما تنغرب نفسك انه مثلا انت ترفعت وصرت مثلا مدير ما تنغر انه هذا المنصب ثابت للابد وتتصرف على انه كل اللي اسفل منك عبيد فرح تخسر مكانتك بين الناس وبعملك وبكل الدنيا فوكون يعني عمل عملية حطم لا اليك فبدك تعرف تستغل الفرص تدريجيا حاول انك تتواضع على الاحداث ممكن تشتغل او تشغلك كثير من الامور اللي لها علاقة بالافكار الكبيرة المكانة او تتعب على نفسك لتحصل على شيء معين بعلاقاتك بمعارفك اجتماعيا تدخل على اشخاص جدد معارف جدد تنتشر بين الناس بشكل اكبر هذا شيء ممكن يوصلك لشيء ولكن بدك تعرف تحافظ عليه ان كان منصب اجتماعي او منصب اداري او منصب عمل او مكاني لانه بكون سهل جدا انه يكون مش مبني على اساس متين حاول انك تضبط سلوكك ما تكون مندفع زيادة عن اللزوم متهور بالانفتاح والامور هاي ويكون يعني خلي التوازن موجود بشكل اكبر صحيا هو يعني ما رح يأثر على الصحة بشكل مباشر لانه رح يعطيك طاقة عالية للتحرك للتنقل للانتشار ولكن ممكن شوية يأثر على بعض الامور العصبية التعب او المرض من وقت لاخر فبدك تنتبه لاي شيء له علاقة بالعضلات العلاقة بالأعصاب عاطفيا حساسيتك العالية بتقف عقبة في فهم الشريك العاطفي بعض موليد برج الدلو على موعد بيكونوا مع الحب ما في منهم أشخاص بيحاول انهم يتقربوا منك عاطفيا حاول قدر الإمكان انه ما تبالغ بملذاتك العاطفية وتندفع فيها بشكل أكبر عشان ما تخسر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هنا بلوتو رح يدخل على بيت المتاعب يعني له تأثيرات إيجابية وإله تأثيرات سلبية هو رح يفتح أمامك طريق للتعاقد مع شركات أو مع مؤسسات أو مع دول يعني على إشي كبير ممكن بعض موليد برج الحوت يسافروا لبلد جديد أو غريب ويعيشوا فيه أو ممكن يصير فيه نوع من أنواع العمل المجازف مثل أنك تدخل مع شركة كبيرة بعمل كبير أو أشياء من هذا القبيل كثير من الأشخاص اللي من وليد برج الحوت بيكونوا بحاجة أنهم يصلوا لكثير من النتائج أو الحلول أو الأجوبة اللي كانوا يبحثوا عنها من زمن طويل بيميلوا للعمق بعيد عن السطحية تنمو عندهم بعض المهارات أو القدرات في مجالات مختلفة أما الجانب السلبي ما تثق كثير بحدسك نهائيا حط لي حدسك على جانب أنا حاسس أنا شاعر أنا نايم أنا حلمت أنا مش عارف إيش حطه على جنب لأنه بلوته في بيت المتاعب رح يغرر بهاي النقطة رح يوسوس لك رح يشعرك بأشياء يعني وصلك لمرحلة أنك تحس حالك مريض نفسيا أو وصلت لمرحلة الجنون إذا تركت زمام الأمور للأوهام والأفكار أنها تدخل فرح يوصلك لهاي المرحلة فما بدك أنت تستسلم لكل شيء ما في دليل ملموس عليه حاول برضو أنك تكون حذر أثناء تعاملك مع الغرباء وخصوصا الأشخاص اللي عليهم علامات استفهام أو اللي ممكن تشك فيهم أو ما تثق فيهم لحديد ما يأكدوا عكس ذلك صحيا طبعا هي مش الفترة الأفضل لحال ذلك فبتجيب أشياء بشكل مفاجئ من فترة لآخر الأمور اللي تتعلق بالضغط الأمور اللي تتعلق بالتوتر بالأعصاب يحاولوا قدر الإمكان يبعد عن المسكنات أو عن الأمور اللي ممكن توصلك لمرحلة الإدمان عاطفيا بتصير تنظر للحب بعين أوسع أو بتعيش اللحظات الحميمية بعفوية أكثر عليك أنك تحدد هدفك وطبيعة إعلاقاتك بالشريك يعني بقريبا هيك بالصفة عامة ولكن أهم شي أنك تكون حذر مش كل شي تأخذ في قرار سريع أو تثق بوعود هاي الوعود ممكن تكون لغم وما ينفذها الشخص الآخر فهي يستغلك ويقولك مع السلامة أنا عارف أنه الحلقة طويلة يعني قاربت على الساعة تقريبا ولكن ما بقدر أعملها أقل من هيئك لأنه لازم أشرح بتفصيل لأنه إحنا بنحكي عن توقعات مش ليوم ويومين إحنا بنحكي عن توقعات هاي لتسعة عشر سنة جاية فإذا ما تعمقت في هاي المسألة وشرحتها عشان الإنسان كل ما إيجا بده يدخل في مسار من الأشياء اللي أنا حكيت هي تنبأ أه والله سعيد قبل عشر تلاف سنة حكي قالنا هيك بتناش الرد عليه فبتروح بتغلط فبتيجي على راسك تقول لا الأبراج أساسا إحنا ما من آمن فيها على كل حال بتمنى إنه أنا اللي قلت وهذا يعني يكون شيء يعني ما يصير كل السلبي فيه الإيجابي هو اللي يصير السلبيات تكون تحذيرات وتمر بردا وسلاما على الجميع وفي النهاية هذا اجتهاد ونقول والله أعلم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا من الأخبار الفلكية إلى بلوتو والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر